صنعاء هذه العاصمة التي سماها الأحباش صنعة لكونها مدينة عصية على المعتدين ها هي اليوم تتحول إلى سجن كبير للمرة الثانية كانت المرة الأولى في مارس 2014 عند اقتحام ميليشيا الحوثي لمؤسسات الدولة بتعاون من حليفيا أنذاك صالح حيث عملت الميليشيا الانقلابية على مطاردة كل من يخالفها ويعارض أفكارها والزج به في السجن أو تضطره للنزوح خارج البلاه وفقا للمعلومات فقد تجاوز عدد المختطفين والمعتقلين على أيدي عناصر الميليشيا الانقلابية عشرة آلاف مدني خلال ثلاث سنوات اتخذت من بعضهم دروعا بشرية واتخذت من البعض ورقة مقايضة لتبادل بهم أسراها لدى المقاومة والجيش الوطني ولا يزال مصير أغلب المحتجزين لدى الميليشيا مجهولا حتى اللحظة أما المرة الثانية التي تحولت فيها صنعاء إلى سجن كبير فقد حدثت بعد تفكك تحالفي طرفي الانقلاب قبل أيام حيث انقلبت ميليشيا الحوثي على حليفها الذي عمل على تسهيل دخولها إلى صنعاء في مارس 2014 وتسليمها المعسكرات والألوية ومؤسسات الدولة في الرابع من ديسمبر أقدمت الميليشيا الانقلابية على قتل حليفها صالح وملاحقة أنصاره والتنكيل بهم وإغلاق القنوات والصحف والمنابر الإعلامية التابعة لحزبه حيث وصل عدد القتلى من قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام إلى ألف شخص خلال أسبوع فقط حسب إفادة سفير اليمن في الأمم المتحدة خالد اليماني إذن أصبحت صنعاء رهينة قبضة ميليشاوية غليظة تشبه قبضة الحرس الثوري الإيراني قبضة كانت بداياتها في مارس 2014 ويبدو أن نهاياتها ليست في ديسمبر 2017 موسيقى